السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأربعاء التاسع من شهر فيبغواغ 2022 أهم أخبار ألمانيا سجلت في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 234 ألف و250 حالة وتوفي 272 شخصا عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة 1450.8 هناك خبر مطمئن ولله الحمد جاء من عند المستشفيات الألمانية أعلنت المستشفيات الألمانية على أن الوضع مستقر بالمستشفيات وأن الوضع تحت السيطرة وأن المستشفيات ولله الحمد لم تعد ممتلئة بالمصابين أو المعالجين من كورونا وتتوقع المستشفيات الألمانية أن لا يحصل هناك أي انهيار للنظام الصحي بسبب موجة أوميكخون ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المطمئن على حسب المستشفيات الألمانية هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة الألمانية والإجراءات الصارمة التي تم اعتمادها في فترة الخريف وفطلرة فصل الشتاء هذا خبر يمنح التمأنينة داخل الأوساط الألمانية وأيضا هذا الخبر زاد الآن من المطالب بتخفيف الإجراءات في ألمانيا والتوجه إلى إعادة الفتح في ألمانيا وإعادة الحياة إلى طبيعتها أو على الأقل البدء بخطة للفتح أصدقائي لكن وزير الصحة السيد لو طبخ له رأي آخر لم يقتنع بالأمر وقال أنه يرفض تخفيف الإجراءات بسرعة لأنه على حسب رأيه لأنه يمكن أن يؤدي الأمر إذا قمنا بتخفيف الإجراءات بسرعة يمكن أن يؤدي الأمر إلى ارتفاع عدد الوفيات في ألمانيا إلى 500 وفات يوميا وهو يرفض هذا الأمر وقال الوقت مبكر لأنه لا يرغب بالمغامرة بكل ما حققته ألمانيا ويقول بأنه نسبة الملقحين ما زالت منخفضة أصدقائي لذلك هو لا يرغب بتخفيف الإجراءات على حسب رأيه ويرغب أن تنتظر ألمانيا بعض الأسابيع وقال أنه على يقين أن تنتهي الموجة الرابعة قبل أعياد الفصح أصطفيغين التي سوف تكون بمنتصف الشهر الرابع شهر أبخل وبعدها يمكن الحديث عن خطة لتخفيف الإجراءات المقاطعات الألمانية ترغب بتخفيف الإجراءات وبخصوصا نقطة التسوق أصدقائي عندي لكم بشرة صارة البشرة صارة تقول بأن أغلب المقاطعات الألمانية على الأكثر أصدقائي نهاية هذا الشهر سوف تنهي قاعدة سفايغي بمحلات التسوق وسوف يسمح تقريبا للجميع في جميع ألمانيا بالتسوق أصدقائي دون مراقبة يعني يمكن الذهاب إلى محلات التسوق وهذا ما تخطط له المقاطعات الألمانية وهذا ما تطالب به المقاطعات الألمانية سوف يكون هناك اجتماع يوم السادس عشر من هذا الشهر من شهر فيبغواغ 2022 سيجمع بين مستشار ألمانيا السيد شولتس وبين المقاطعات الألمانية الستة عشر وعلى الأغلب سوف ينهون قاعدة سفايغي بمحلات التسوق وسوف يسمحون تقريبا بكل المقاطعات الألمانية يمكن التسوق للجميع وأيضا أصدقائي مقاطعة شمال الرين فيستفالن ورئيس الحكومة هناك السيد فيست أعلن بأنه يرغب بإنهاء قاعدة سفايغي بمحلات التسوق يوم ستاشر اتنين الفين واثنين وعشرين قال بأنه هذا اليوم يمكن أن ينهي فيه هذا الأمر نفس الشيء أصدقائي قالته مقاطعة غايلاند فالس ترغب أيضا بإنهاء هذا الأمر والسماحي بآخر هذا الشهر للتسوق لجميع مقاطعة بيرلين تفكر أيضا أنه ممكن بآخر هذا الشهر تنهي هذه القاعدة مقاطعة بغاندنبورغ أنهت هذا الأمر وتسمح الآن بغاندنبورغ بالتسوق مع لبس كمامة FFP2 مقاطعة هامبورغ ستسمح أيضا بالتسوق بداية من يوم السبت سيسمحون للجميع بالدخول إلى محلات التسوق مقاطعة بريمن تفكر أن تنهي الأمر ممكن بآخر هذا الشهر مقاطعة ميكلنبورغ فوبومن ترغب أيضا بإنهاء هذا الأمر الخاص بالتسوق نهاية هذا الشهر مقاطعة هسن يمكن للجميع التسوق بلبس كمامة FFP2 مقاطعة نيدا زاكسن أيضا يمكن للجميع التسوق بكمامة FFP2 مقاطعة زارلاند يمكن للجميع التسوق بكمامة FFP2 مقاطعة زاكسن أصدقائي ترغب بالاعتماد أظن بداية من السبت على قاعدة دغايق يمكن التسوق لمن لقح أو من شوفية أو الغير الملقحين يكون عندهم فحص سلبي مقاطعة زاكسن أنهالت لم تقرر بعد وعلى الأغلب يقولون بأنه ممكن أن تنهي الأمر أيضا آخر هذا الشهر أصدقائي مقاطعة شليسفيك هولشتاين يمكن أيضا التسوق فيها بكمامة FFP2 مقاطعة تورينغن ترغب بالاعتماد تقريبا هذا الأسبوع على قاعدة دغايقي الدخول إلى المحلات التسوق لمن لقحة شوفية أو عنده فحص سلبي مقاطعة بايرن يمكن التسوق فيها بكمامة FFP2 ومقاطعة بادن ذوتنبرغ يمكن التسوق فيها إما لمن لقحة من شوفية وغير الملقحين يكون عندهم فحص سلبي لكن على الأغلب بآخر هذا الشهر بخصوص محلات التسوق سوف تنتهي هذا الأمر وسوف يسمح للجميع بالتسوق لذلك فقط مسألة أسبوع وسوف يتم تخفيف هذا الإجراء والسماح للجميع بالتسوق الآن أصدقائي سوف تسألون ماذا عن باقي الإجراءات متى سوف يسمح للجميع مثلا بالدخول إلى النوادي الرياضية أو الدخول مثلا إلى المطاعم أو إلى الفنادق أو إلى كذا وكذا وكذا لا هذا الأمر على ما تم تسريبه الآن من معلومات وعلى ما يأتي من المقاطعة يمكن أن يحصل في الشهر الثالث أو يمكن بآخر الشهر الثالث أو بداية الشهر الرابع يمكن أن تبدأ بعض الأمور أيضا بالتخفيف لكن حاليا حاليا يفكرون في البداية كخطوة أولى بالسماح بنهاية هذا الشهر تقريبا ببعض المقاطعة بالدخول للجميع لمحلات التسوق بخصوص باقي الأمور سوف تمشي عليها قاعدة صفايغي لمن لقح أو من عنده وثيقة الشفاء لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو من لقح وعنده هوية اللقاح ونعرف بأنه هوية اللقاح مدتها هي تسعة أشهر في ألمانيا لكن الآن يتكلمون فقط على محلات التسوق باقي الإجراءات عندما تأتيني معلومات عنها سوف أخبركم بها أولا بأول لكن أنتظروا دائما أن تأتي من مصادر موتوقة ومن صحف رسمية أصدقائي دعونا الآن أصدقائي ننتقل إلى موضوع آخر يخص من يعمل بالقطاع الصحي أو من يفكر بالعمل في القطاع الصحي هناك زيادة للرواتب أصدقائي تنتظر هذا القطاع بطبيعة الحال لن يتم للأسف لن يتم زيادة الرواتب الآن سوف يتم زيادة الرواتب للأسف بداية من نهاية هذه السنة وسوف يستمر الأمر إلى نهاية سنة 2023 يعني يمكن أن يأخذ الأمر سنتين وبعد ذلك سوف تزداد الرواتب لكن الآن وضعوا خطة وقالوا بأن زيادة الرواتب لمن يعمل بالقطاع الصحي قسموها على مجموعة من الأقسام قالوا من يحصل على 12 يورو لساعة هلفسكخفت هلفسكخفت هم المساعدين من يعمل فقط كمساعد بمجال الرعاية الصحية بمستشفى أو بدار للمسنين تابع للدولة ويحصل على 12 يورو ستمتد الزيادة عندما تصل سنة 2000 نهاية سنة 2023 انتبهوا 2023 ليس 2022 نهاية 2023 ستصبح 14 يورو 15 من يعمل ككواليفيتسيغت في مجال كواليفيتسيغت هلفسكخفت يعني من يعملون ككواليفيتسيغت هلفسكخفت مرتبهم بآخر السنة سوف يكون هو 12 يورو 50 سوف يصبح عند نهاية 2023 وعشرين خمستاشر يورو وخمسة وعشرين سنتا بفليككواليفيتسيغت في مجال التمريض أو في مجال الرعاية الصحية أكملوا الثلاث سنوات أو سبيلدونغ سيزداد مرتبهم بشكل كبير أصدقائي سوف يصبح بنهاية سنة 2022 خمستاشر يورو للساعة كحد أقل وعند نهاية 2023 سوف يصبح 18 يورو وخمسة وعشرين سنتا أصدقائي وأيضا سوف يتم زيادة إلى نهاية سنة 2023 سوف يتم زيادة أيضا الأغلب أغلب هو الإجازة بالسنة لتصبح 29 يوما إجازة مدفوعة بالسنة هذه فقط للعقود التي تكون مثلا مع المستشفيات مع دور المسنين الأمور التابعة للدولة لكن للأسف من يعند عقد مع شركة بخيفات بخيفات يعني الأمور الحرة الأمور الخاصة المرتب هناك ضعيف هو 9 يورو يعني بخيفات لا يدفعون جيدا القطاع الخاص لا يدفع جيدا بعض القطاع الخاص يدفعون فقط 9 يورو 82 سوف يتم رفعها حسب القانون الجديد الذي تخطط له الحكومة الألمانية بداية من 11 2022 سوف يصبح 12 يورو للساعة أصدقائي إذن هذه هي بعض الأفكار لمن يرغب بالمستقبل بالعمل بالقطاع الصحي فالمرتبات سوف ترتفع إن شاء الله بالسنوات المقبلة سنمر الآن إلى خبر محزن وخبر مخجل جدا ما حصل صراحة وما قام به هذا الرجل المسن مخجل جدا ونتمنى أن يحصل على عقوبة وتكون معه القوانين صارمة أصدقائي حصل الأمر بمدينة ميلهاوزن بمقاطعة تيوغينغن رجل موسين عنده 71 سنة قام بضرب طفل عنده 8 سنوات طفل عراقي من جنسية عراقية اعتدى عليه بالضرب وأيضا بالشتائم والمسبات لأسباب عنصرية كما يتم الآن الاشتباه في الأمر الطفل العراقي ذو الثمانية سنوات كان يتواجد بأحد المسبح مع فصله المدرسي حصة السباحة وهو يزور الفصل الصفة الثالث ابتدائي وحصل الاعتداء داخل غرفة الملابس بالمسبح حيث قام هذا الرجل لعنده 71 سنة صراحة أمر مخجل أن يقوم رجل بهذا السن بالاعتداء على طفل 71 سنة وبدأ بالاعتداء على هذا الطفل البري الشرطة تدخلت والموظفين تدخلوا بسرعة والشرطة تدخلت وبدأت الآن تحقق في الأمر ونتمنى أن يتم التحقيق في الأمر ومعاقبة هذا الشخص لأنه الاعتداء كان فقط لأسباب عنصرية لأن هذا الطفل الصغير عراقي كلنا إنسان وكلنا بشر وكلنا إخوة والدنيا فانية فيعني رجل بهذا السن 71 سنة يعني هو الأجدر به أن يكون قد أخذ من الحياة وعيا كبيرا ودرجة من النج لكن للأسف للأسف 71 سنة ولم يصل بعد إلى درجة النج ودرجة التسامح وقلبه مليء بالغل والكراهية والعنصرية نتمنى أن تتدخل الشرطة والقانون ويعاقب بأقصى عقوبة ونتمنى السلام لهذا الطفل العراقي البريء وأن لا تؤثر فيه هذه الحادثة كانت هذه أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر